كونها المباراة الأولى بكرة ساعة 4 و 5 إن شاء الله شايف المواجهة الزافلة مواجهة في الملعب بنسبة 100% حالة اللاعبين في الجيم مؤثرة التفاصيل الصغيرة مؤثرة اختيارات المديرين الفنيين حيبقى لها دور كبير جدا في حسم اللقاء لأن كل مدير فني عنده أوراق وعنده أفكار تقدر تغير شكل الجيم في كل لحظة يعني هو بيراميدز أكتر فرقة عندها تنوع وتنوع خاصة في الخط الأمامي هو بتتكلم مثلا فيستوم مايليه هو السابت بس كمال عنده بديل زي مروان حمدي ممكن يسند معاه في أوقات لو يحتاج يغامر ولعب ب2 رأس حربة بس عنده بقى تحت المهاجم ده 6 لعبين 6 لعبين حيلعب منهم 3 وعدد كهب عنده 3 فبيراميدز عنده التنوع الرهيب فدي بتمثل أسئلة إبراهيم عادل ولا صديق أجولة مصطفى فاتحي ولا عبد الرحمن مجدي رمضان صبحي وعنده بره يوسف أوباما فهو عنده اختيارات كتير أعتقد هو حيروح لفكرة التجانس واللعيبة اللي هي موجودة معاه وحيخلي اللعيبة اللي جاية جديد زي صديق أجولة زي عبد الرحمن مجدي زي أوباما كاختيارات وأوراق مهمة جدا جزيجو ميز هيلعب بكرة بنفس الأسلوب اللي هي بيوم مباراة الأهلي أعتقد هو جزيجو ميز بيحاول يحافظ على الأسلوب بس في مباراة بيرامدز تحديدا يا كريم هو محتاج يغير الأسلوب لأن بيرامدز أكتر لحظة أنت ممكن تضرب فيها بيرامدز هي اللحظة التالية لقطع الكرة من بيرامدز في لقاء زي مالك والأهلي زي مالك كان بيميل لتدوير الكرة كتير جدا وطويل جدا وبيحتفظ بالكرة كتير وبيحاول يقلل عدد الهجمات بينه وبين الأهلي لكن في لقاء بيرامدز بيرامدز خلينا نقول أن أكتر لقاء استقبل فيه أهداف في الدور هذا الموسم هو كان لقاء الأهلي الدور الأول ومش بس استقبل أهداف هو كان أكتر لقاء استقبل فيه فرص قابلة للتحويل لأهداف تعالوا نشوف النتيجة نبص على الصورة اللي بتعرض أرقام اللقاء هتلاقي الكرة 50-50 يعني بيرامدز متكافة نعرض الشباب السور ورغم كده وأن تلك كانت قريبة ممكن نقول 3-2 لكن لو هنبص العدد الفرص يا كريم هتلاقي أن الأهلي عنده 10 محاولات بيرامدز عنده 4 محاولات فقط الأهداف المتوقع الأهلي كانت 2.5 سجل منهم 3 بيرامدز كان 1.5 المحاولات الفرص كان الأهلي صنع 7 فرص بيرامد صنع 3 فرص فده فرق شاسع رغم زي ما قلنا بيرامدز كان بيبص كرة أكتر اللي امتلاك الكرة كان 50-50 فالأهلي قدر يخلق خطورة كبيرة جدا على بيرامدز سيبنا من حتة ضرب الجزاء مش بديه موضوعنا الأهلي فعليا كان في اللقاء ده قادر يخلق فرص كتير جدا على بيرامدز كان فيه عدم توفيق مهاجمين الأهلي على فكرة في الشوط الأولى نتيجة 1-0 كممكن اللقاء يخلص أسهل من كده كمان للأهلي تعال نشوف هجمات الأهلي كانت بترحصل إمتى؟ اللحظة التالية لفقدان بيرامدز للكرة دي أخطر اللحظات على الزمالك بقى لو عايز يعمل خطورة على بيرامدز يغش الإسلوب ده ببساطة بص هنا كل لحظة بيرامدز حفقد فيها الكرة يغش الإسلوب اللي عمله الأهلي قدام بيرامدز بالزبط هجمت لمسة 2-3 هتلاقي فينا مساحة ما بعد فقدان بيرامدز للكرة بص يعني دي ده الجون طبعا هنا مش مهتم مصير الكرة كان إيه بس هي اللحظة بيرامدز يفقد الكرة وقفلي هنا خلاص يعني نرجع بس أنا عايز أوري الناس يعني دي اللحظة اللحظة اللي بيرامدز فقط فيها الكرة بص ثانية 2 متعودش بقى تضو يعني الزمالك مش محتاجة يقعد لدور الكرة هي لازم نقلة 2 هتخلق مواقف هجومية مميزة جدا بص هنا بالنسبة لي كده الحجمة انتهت هنا بص هنا برضو ده بيرامدز أهي فقدان الكرة لابسة 2 بتقدر توصل لخطورة كبيرة جدا على بيرامدز اللي بعدها برضو يعني هي دي بس انت مش محتاجة تدور الكرة كتير قدام بيرامدز بص ظبط هنا دي اللحظة بيرامدز فقد الكرة بص بص هنا اللعيب الأهلي حيستيلم في مواقف مميز جدا نوقف هنا ماشي عملا يعني الهجمات كلها بتبين قد ايه انه وانس لعيب بيرامدز فقد الكرة يعني هنا الكرة فقدت من فاستو ميلي دي كرة على فكرة التعادل يعني بيرامدز كان متقدم ما كانش بيغامر بص هنا فاستو ميلي فقدوا الكرة بعد كده حتيجي حتيجي عند الأهلي ورغم تقدم بيرامدز في النتيجة ما كانش محتاج كده بص طويلة في ظهر ادفع بيرامدز بتعمل مشاكل كبيرة جدا جدا يعني هنا موقف هجومي مميز انا ما همينيش لعب الهجمات كلها نستلم ازاي بس هنا ودي الكرة بتاعة ضربة الجزاء كمية كبيرة جدا يا كريم من الفرص قوتيحت للأهلي في اللعب المباشر السريع وده اعتقد الفرق اللي عايزة تعمل خطورة على بيرامدز لان بيرامدز لو كان الزمالك رسماله تدور الكرة والامتلاك على فكرة هو تاني فريق في الدورة في النقطة دي الفريق الاول هو بيرامدز بيرامدز في النهاية عنده مهند لاشين عنده ملاتي توريه وعنده اجناحة قوية جدا في الاحتفاظ بالكرة وعنده اتنين مدافعين بيعرفوا يخرجوا بالكرة تحت ضغط بشكل كويس فلو الزمالك دخل الجيم التنافسي مع بيرامدز هو زمالك تفوق على الاهلي بالجيم اللي هو انا عندي عبدالله السعيد وناصر ماهر بيلعبه جيم مختلف انا اللي بيلعبه اكرم توفيق وامام عشور ومروان عطية لكن لو انت دخلت عبدالله السعيد وناصر ماهر في جيم بالشكل ده ماهو بيرامدز برضو عنده بلاد توريه واحد من افضل اللي بيدوره كرة وعنده بقى الاجناحة قوية جدا والهجوم المنظم في بيرامدز قوي وسقيل جدا فزمالك ممكن يبعد عن الاسلوب المعتاد بتاعه ويحاول يركز مع بيرامدز على اللعب السريع المباشر